نفس العام اللي هو عام 1952 حصلت وقعة بحمام السباحة كانت جديدة على أعضاء النادي واحد من أعضاء فريق السباحة بالنادي اعتدى على مرائب باب حمام السباحة بالضرب ضربوا بقصوة لأنه طلب منه الالتزام بالإجراءات التنظيمية لحمام السباحة الوقعة كانت كبيرة قوي عارفين ليه؟ لأن بطالها سباح دولي مفروض أنه يكون قدوة ويكون أول الملتزمين بإجراءات وقرارات النادي كمان كانت الوقعة الأولى اللي حصلت في حمام السباحة المهم تقرر عرض الوقعة على مجلس الإدارة اللي قرر في اجتماعه يوم الأربع 25 يونيو 1952 التالي إجراء تحقيق مع الأستاذ صلاح مميش ومحمد فاندي سياج لسماع أقوالهما وشهودهما وتكليف الأستاذ مراد فهمي لإجراء هذا التحقيق على أن يتم ويعرض على مجلس الإدارة في يوم السبت القادم الساعة السابعة مسائم مع اعتبار الجلسة مستمرة لذلك اليوم على أن يمنع اللاعب من دخول النادي ويمنع الموظف من أداء عملي لحين البت في الموضوع الأزمة كانت كبيرة لدرجة أن مجلس الإدارة يقرر أن الجلسة ممتدة وكمان حدد جلسة المجلس التالية بعد ثلاث أيام كان اهتمام فوق العادة بمعالجة الخروج الأخلاقي وفعلا اجتمع مجلس الإدارة بعد ثلاث أيام يوم السبت 28 يونيو 1952 وخرج بقرار في غاية القوة وجه في محضر مجلس الإدارة استعراض المجلس نتيجة التحقيق الذي قام به الأستاذ مراد فهمي السكرتير الفخري بشأن اعتداء الأستاذ صلاح مميش عضو فريق السباحة على محمد فاندي سياج مراقب باب حمام السباحة وقرر المجلس بإجماع القراء فصل الأستاذ صلاح مميش من عضوية النادي مع منعه من التدريب الأولمبي بالنادي ولفت نظر محمد فاندي سياج مراقب باب الحمام إلى عدم التفوه بألفاظ من شأنها استفزاز حضرات الأعضاء الخطأ كان كبير وبحجم الخطأ كان العقاب صلاح مميش كان بطل دولي في لعبة السباحة لكن الأخلاق والمبادئ فوق البطولة ما حدش في إقدارة الأهل يفكر في حجم الخسارة الفنية اللي حتحصل بفصل عضو رياضي دولي لكن كانت مبادئ الأهل قدام عنيهم كان لها الأولوية قبل أي حاجة قرار قاسي بفصل بطل أولمبي مع منعه من التدريب مع زملاء الدوليين يعني ما يخشش النادي نهائيا ويستمر الأهل في تطبيق العمل للشعار التاريخي المبادئ فوق البطولات